الأهل بيعرف يسوى اسمه واللوجو بتاعه أكتر من الزمالك؟ آه بيعرف طبعاً طبعاً يمكن برضو عمل الاستقرار مهم لأن الحاجات التجارية بالذات والتسويقية دي حاجات أيمة على الراجل المعلن ده مزاي زمان الناس لسه فاكراً يجي يحط فلوس ويمشي لأ ده عنده حسابات وعنده R.O.I. يريترن على الانفستمنت دوت وأرقام فلازم يكون فيه استمرارية ولازم يكون فيه تنظيم ولازم يكون فيه حاجة بتتعمل ولازم يكون المميزات اللي في العقود بتتنفذ وإدارات بتتبع التنفيذ فعمالية الاستقرار هام جداً في الجزئية دي هام جداً لأن الحاجات دي وده لا ينطبق على نادي الزمالك لا ينطبق على نادي الزمالك في الفترات الأخيرة بالФترات الأخيرة تغيرات كتير رغم أنه كان فيه فترة استقرار قبل اللجاء كان فيه استقرار فيه أنا من مستشارة مرتلعة لما كان رئيس النادي مثلاً في 2014 أنا كنت موجود في النادي كنت مدير التسويق وكنا أول نادي برضه يعمل إدارة الاحتراف بدري من 2014 كان مدير التسويق إدارة الاحتراف استمرتش ليه؟ لا استمرت أنا عدت سنتين ونص أو ثلاث سنوات ونجحنا في حاجات وخدنا دوري في أول سيزن وخدنا كاس ووصلنا والناحية التسويقية عملنا نقلة كبيرة الزمالك يعني لو الناس تسترجع ده الزمالك كان ليه دور كبير جدا جدا في نقل المستوى المالي من الوضع اللي كان عليه من فترة طويلة لمرحلة جديدة بظهور شركة بريزنتيشن وتعونها والزوالك كان النادي الأول اللي بيدعم فبالعكس وصلنا لمرحلة كويس الكرة دلوقتي اختلفت